قال لك أدانة محكمة الجنائية الابتدائية بالدار البيضاء اليوم لإثناني الإرهابيين الإرهابيين محمد العربي زيدود وأمير بوخورص غيابيا بعقوبة عشرين سنة سجن النافذة مع تأييد أمر يلقاء الخفض الدولي الصادر في حقهما لمتابعتهما بعدة تهم جنائية لا سيما منها إنشاء منظمة إرهابي وفي نفس القضية تمت إدانة ياسمين سيلحاج محند بنفس العقوبة عشرين سنة سجن النافذة فيما أدينا المتهم الموقوف ناصر أوقاسي بعقوبة ثلاث سنوات حبسا منها سنتان نافذة وقد توبع الجميع المتهمين في هذه القضية بجنائية إنشاء منظمة إرهابية والانخراط فيها بالإضافة إلى نشر أفكار منظمة إرهابية باستخدام تكترولوجيا الإعلام والاتصال ومنشورات تضرب المصلحة الوطنية أتحداكم اليوم وغدا وفي أي مكان وفي أي زمان عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل إذا كان هناك دليل مش دليل إذا كان هناك جزء من المليون أو من المليار يدين حركة رشاد كمنظمة إرهابية السيادكم الأمريكيين اللي انتم عملاء عندهم ومرتزقة عندهم واللي أمامهم انتم أكثر من العبد أمام سيدوا قالوا لكم باللي لا حركة رشاد ولا حركة الماك هذا مش حركة إرهابية يعني طبعا الأمريكيين ما يقدروش يتعاطفوا معانا لو كان يلقاوا شعرهم أو غيرهم لو كان مريش موجود هنا فهم يعرفون الحقيقة والأمريكيين والغرب عموما لا يريد أن نظام مثل العصابة اللي في الجزائر أو عصابات سي سي أو أن يغرقوه اللي يختصموا معاه يقولوا هذا إرهابي قالوا له ما ذي ما تساعدناش لأنه من بعد بالنسبة للغرب يصبح من هو الإرهابي ومن هو اللي مش إرهابي قالوا ما ذي ما تساعدناش ولذلك الغرب يريد أن يبقى بالفعل يتهم المجموعات المسلحة العنيفة بالإرهاب من منظوره ويريد أن يبقى في الذين حملوا السلح بالفعل حقيقة ولذلك العصابة لا تستطيع لم يستطعون يصدروا بيان عندما صدر التقرير الأمريكي اللي تأخر يعني الأمريكيين تصدروه وقالوا أننا قلنا لهم للنظام الجزائري تعالوا وناقشوا هذا الموضوع معنا يعني يعطونا أدلة انتعكم يعطونا أدلة تثبت أن هذين المنظمتين فيهم إرهاب كنت ننتظر وقلت يا ليتهم يكون فيهم شوية رجولة رجولة يصدروا بيان ضد الولايات المتحدة يقول لهم هذا تدخل شون خارجية لشون داخلية الجزائر ولماذا تتدخلون وهذه المنظمات الإرهابية وهذه الأدلة مثلا ما عندكم مش أدلة أمورها لا تكون عندكم أدلة لأن حركة رشاد تعلم يقينا وهذا اللي قاله شخصيا قبل حتى أنه حركة رشاد منذ 16 سنة أعلننا عليها في أبريل في 18 أبريل 2007 وقبلها سنتين وأنا ألتقي إخوانا لأسست معاهم وتحدثنا ونقشنا النقاط وكل شيء وكلنا كنا اتفقنا وهذه من أصول من القواعد الرئيسية من الأصول هارد كورت على الحركة أن العنف هو أكسيجين العصابات وأن الذين حملوا العنف في التسعينات سواء كانوا مظلومين أو لم يكونوا مظلومين سواء كانوا على حق أو كانوا على باطل سواء منهم الذين كانوا يستنى يعدم ويهرب أعطاهم فرصة فرصة أساسية حقيقية للمجرمين بشيذبحوا الشعب جزائر والله اليوم فقط من بين شهادات اللي رأي تصني اليوم فقط وصلتني شهادة من عند أحد اللي كانوا في القوات الخاصة قال أقسم لي بالله قال لي والله العظيم غير كانوا يطلقوا علينا غير جماعة الكاتر فانديس جماعة لبيري روش الكتيبة التسعين هذه غير بكين عودوا إحنا وياهم في نفس المكان غير يعودوا كما قال لي هو قال لي رهابيين رهم أمامنا على مئة متر أو مئتين متر معناها بيننا وبينهم مفروض رهم أمامنا فإذا بالرصاص يضربنا من الخلف وبعضهم ماتوا أصدقائهم ما نذكرش المكان وما نذكرش الموقع بش ما يوصلوش لهذا هذا خوطنا اللي نرسلوني أذكر فقط أنهم من القوات الخاصة قالوا والله غير أصدقائنا ماتوا أمامنا برصاص من الخلف كانت في الكتيبة كتابة فانديزيام هذه ونتعي لبيري روش قوات خاصة وهذا 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 لبيري روش اشتغلوا في منطقة بالعباس اللي كان يقودها شنغريحة كما اشتغلوا مع المخابرات الخاصة التابعة للقوات الخاصة التابعة للمخابرات اللي كان فيها ناصر الجن والمجموعة نتعى المخابرات تعديرس والله لشهادات مكتوبة ولولا أني أخشى أن يتعرفوا على من يغاسلني وهم مجموعة في الحقيقة لذكرت بعض الواقع لكنها مكتوبة وحاضرة في وقتها المناسب ستخرج عندما نكون متأكدين أنهم لن يصلوا إلى هؤلاء هؤلاء كانوا متحمسين جداً لقضية الحرب على الإرهاب لكنهم اكتشفوا فيما بعد أن كثير بعضهم كتب لي يقول لي والله كنا نلقو القبض على مجموعة من هؤلاء الإرهابيين خاصة اللي لقوهم يديروا في عملية تخريب ونسلموهم للمخابرات في بن مسوس ولا بن عكنون الحساب الأوضاع هذه في طار لما كانوا في العاصمة وضواحي العاصمة قال لكم بعد بعد فترين عاودونا نلقاهم في مكان آخر أو نعتقلوهم أيضاً فنجد نفس الشخص اعتقلنا وكننا سلمنا المخابرات وعلى السنة وإرهابي وبلحية طويلة فبرة القاعد انتاحهم قال لهم قال لهم درهم يخدموا على المخابرات درهم قالوا لي بلا يخدموا على المخابرات ولذلك نحن ليس فقط قناعة وليس فقط عملياً وليس فقط مبدأاً وإنما أيضاً استراتيجياً للإيطاح بهذه العصابات بتعد على العنف لأن هذه الخدمة نتاعهم هذا وشي يعرفوا يعرفوا غير التدمير والاختراق والعنف بلا عنف واخترقوا وحاولوا حتى رشاد حاولوا اختراقها الحمد لله تخلصت رشاد من نفايات حتى رشاد حاولوا اختراقها وحاولوا تمزيقها وحاولوا تكسيرها مستطعوش وبذلوا شي رهيب يوم تكتب قصة ما بذلوا وما فعلوا وما صرفوا مش حنصدقوا استطاعوا ليشاروا اثنين أو ثلاثة بذمامهم الذين باعوا ذمامهم ليس أكثر وأصبحوا مرتزقة عملاء أمل حركة ككل لا في الداخل لا في الخارج ما استطاعوش مستطعوش مستطفى قيرا عذبوه عذاب شديد باش يخرج وهاجمنا وهو عندهم في السجن لم يستطيعوا ولا طاربوتاش ولا آخرين ولا آخرين وهذا هو ما زال في السجون وكاين آخرين خرجوا من السجون لم يستطيعوا قلوهم احنا مع هؤلاء الناس نعرفهم نصحاب حق معروفين على المستوى الداخلي والخارجي احنا وياهم شركاء معه شي واحد يعطينا أوامر احنا نتقعوا الأوامر لا احنا هذه في الحركة نحن نناقش كل شيء ونتحاور في كل شيء والذين انضموا الحركة لقرأوا مبادئها ومن وصول المبادئ انتاح الرئيسية لا للعنف التغيير يجب أن يكون لا عنفي في الحقيقة أعطوني فرصة فقط باش نعود نذكر فرصة بإصدار هذا الحكم 25 سنة وسأغتنم الفرصة أنهم كل ما يصدرون حكم وقد أصدروا لحد الآن أكثر من 25 حكم اللي أنا متأكد منه كنت 20 لكن الآن راني تأكدت من 25 حكم لكن بعض الناس يقولوا لي لا الحكام رأي تجاوز للأربعين وراي تجاوز عليك أكثر من 400 سنة حكام والله لو تحكموا ألف سنة بالنسبة لي أو 50 ألف سنة لو كانت في الأعمار والله تساوي كلها تحت رجلي لو تتمكنون مني فما تحتاجوش لا لا 50 ألف سنة ولا 20 ألف سنة ولا 20 سنة لكن لو يتمكن منكم الشعب سيأخذكم إلى القضاء لها نحن لا ننتقم والله ما أحمل الانتقام لكم صراعنا معاكم ومقاومتنا لكم ليست لأسباب شخصية ما عندي مشكلة شخصية أمرها اللي كانت عندي ولما كنت دبلوماسي في منصب كنت في واحدنا على المناصب وأرقاها في سني في السن اللي كنت فيه نايب سافير وانا عمر 30 سنة هناك من يلحث باش يكون بواب في سفارة هناك من يلحث باش يكون داكتيلوغراف ولا سكرتير ولا في 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 ليرا الجيري ولا في كنت نايب سافير رميت لكم كل شيء بما في الجوة السفار دبلوماسي وبما في المنصب والمال وتركت أشياء أخرى ورائي وقلنا قلت لكم أنكم تأخذون البلاد إلى الجحيم من يريد أن يرجع لحواري مع المرحوم اللي نشر أبو منشار جمال خاشقجي رحمه الله سيجدها في جارة الحياة 8 أكتوبرا 1995 أن هؤلاء الجنرالات يذهبون بالبلاد إلى الجحيم يومها كان عدد الذين قتلوا في الجزائر لم يتجاوز 30 ألف بكافة الإحصائيات الموجودة بعدها بخمس سنوات أي في خلال 2000 خرج بوتفليقة وقال عدد القتل أكثر من 200 ألف وتبقى المزور في الدوحة قبل عام يقول أكثر من 250 ألف إذن من هو الإرهابي أثبتنا لكم وبالأدلة وبالشهادات وأحيانا من شهادات عسكريين وعسكريين كبار أو في مهام كانت قوية وأساسية مثل البنويرة مثلا اللي كان هو العلبة السوداء أنت على القيد صالح لعدد كبير من السنين لعدة سنوات حكى كيف أن جبار مهنة ومخابرات جبار مهن اللي كان هو التعدي السياسة هو المخابرات العسكرية كيف كان يأمر ضباط مخابرات يضعون قنابل في طريق التمشيد ثم يأمر المسؤولين على الثكانات أن يرسلوا كتائب من الجنود لكي تمشت فتنفجر عليهم القنابل وهذه شهادات موجودة من عند بونويرة اللي فعلته المستحيل باش تخرجوا شهاداته من الأنترنات ومن الفيسبوك ومن اليوتيوب ومن الأنترنت كلها لكن رأي عندنا المقاطع وسنستمر لن نتوقف مدام في هذا الجسد روح تدخل وتخرج والله ما توقفت على قول الحق ليس انتقاما أنا لا أحمل انتقام لأحد والله لا أحمل انتقام من أحد ولا لأحد نحن نحن لدينا مبادئ وقيم عليا نحن نناظل ونقاوم ونواجهكم من أجل الحق هذه الجزال اللي عبثت بيها دمرتوها خربتوها فشلتوها جعلتوها وضحوك عالمية يكفي أنكم لم تجدوا إلا تبول مزور المهزل العالمي هذا جبتوه حبيتوه ما عندكمش خلاص يكفي أنكم لم تجدوا إلا أنكم ترجعوا جبار مهن اللي ستمس جنتوه أحكام بأنه فاسد وسارق ولس والسكوار وكان يقوم بكذا وكان يقوم بكذا انتم سجنتوه أصبح هو رئيس مخابرات خارجية اليوم ناصر الجن اللي راه يدير في العبث من بعض السفهاء اللي شراهم بدراهم معدودة وأحيانا بوعود كاذبة وغيره من أين كان كان هارب هرب بعد الحراك هرب في بوطل إسبانيا بعد الحراك هو ومجموعة كبيرة من المجرمين تع المخابرات اللي كلهم رجعتوهم توفيق اللي يعطيتوله ميداليات وتكريم كان في السجن نزار كان هارب يدعو إلى انقلاب أما نحن فنتحداكم في أي حين وفي كل حين فيما مضى فيما هو الآن فيما هو آتي أن تأتوا ب جرام على المليار بجزء على المليار أن لدينا علاقة بالعنف المسلح لا نؤمن به والله لو أعطيتونا الدبابات والطائرات وقلتونا روحوا تحاربوا معنا ما جئنا اختصار بسيط هذا دمار للبلاد نحن لا نريد أن نضيف الدمار للبلاد وأنا شخصيا لا أستطيع أن أقتل قط أو حمامة لكننا ونحن نقاومكم لن نتردد عندما نتمكن منكم أن نضعكم في القضاء العادل ويحكم عليكم قوضات عدول ويسدلون الأحكام من عندهم هم وليس من عندنا نحن كما تفعلون أنتم قضاء تليفون وسبق وقلتها لكم ونعودها لكم مش فقط تعتقلوا عبد الرحمن وتضعوا 14 شهر في السجن والأسرة والوالد الكبار ترحوا تهدوهم هذا كله لن يؤثر فيه أنا أضفت لكم لو جئت أمامي هنا وقطعت رؤوس أبنائي أمامي والله متى وقفت أما والدي فأنا كنت أتوقع أن يعدموا في تسعينات بعد أن غادرت ربي أطال عمارهم برغم كل ما فعلتم فيهم وتخريب البيت ومحاولة تدمير البيت ونهب ما كان فيه من مال ومن ذهب يعني اللي كانت نتعى الأسرة حتى الألبي سنهبتوها في جونبي 96 ما دام هناك نفس تدخل وتخرج لو لم تتركوا واحد ولو كان يقرب لي على بعد ربعين جيل أو ربعين ما نشعرف واش لو كانت قتلوا كل من هو قريب مني كل ما عنده علاقة بي كل ما أنا اللي أتوقف هذه القضية هي قضية شعب وهي من أجل الشعب وهي في سبيل الله وليست في سبيل دنيا ولا مال ولا سلطان لأن السبيل هذا كان أمامي وتركت وأنا ابن الثلاثين فلا يعقل أن أصاب بالجنون وأجري وراءه وأنا ابن الثلاثين الآن جوي لي هذا نكون ستين عام أحكامكم تحت رجلي بالنسبة لي والله لا تساوي سنتيم دور ما تسويش لكن كما قلت إذا كان قضاءكم هو قضاء الانتقام وقضاء المسيس وقضاء الإجرام وقضاء تليفون فنحن نسعى لإقامة دولة القانون حيث القاضي لا سلط عليه إلا القانون اللي قبل الشعب وينتخب عليه الشعب ثم يطبق القاضي لا سلط عليه إلا ضميره والقانون أمامه وليس تليفون المخابرات سراجن حنوشة عن المخابرات ليأمرون قضاء ويعتبرون نفسهم قضاء ويتبجحون أنهم قضاء ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء قاضيان في النار وقاضي في الجنة يقول عليه الصلاة والسلام من هم اللي في النار قاضي لم يعرف الحق ولم يحكم به وقاضي عرف الحق وحكم بالباطل فقط القاضي الذي عرف الحق وحكم بالحق اللي يقول رسالس الله أنه في الجنة ولذلك القضاء مش بسيطة في التاريخ الإسلامي كبار العلماء كانوا يرفضون القضاء شيء مرعب القضاء الإفتاء والقضاء شيء مرعب لمن يفهم أن هذه الدنيا زائلة وأنه لا يبقى إلا وجه ربك هذا الجلال والإكرام وأننا ذاهبون إلى الرحمن إلى الديان الذي لا يظلم عنده أحد أتعجب من قضاة ينظرون للقانون وينظرون لمن يشعر فواش وينظرون وهم يتلقون الأوامر من مكاتب ما يسمى وزير العدل اللي هو أصلا تحت عصابة الجنرالات وتحت أوامر المخاضرات أتعجب من واحد منهم يقول أنا قاضي أنت لست قاضي أنت لست قاضي أنت عار على القضاء وعار على أنك مسلم وعار على أنك إنسان وعار على أسرتك وعار أنت تأكل في بطنك النار ماذا تفعل لك الفيلات 10 ملاير أو 8 ملاير وسيارة تحت 800 مليون وصاليرات وشكايب ماذا ستفعل لك ستنتهي وستزول هل سيستصل قوتك وزعامتك وقدرتك إلى بومدين مثلا أم إلى عبد الناصر أم إلى هتلر أم إلى ستالين على سبيل المثال أم إلى تشارشل أم إلى فرعون لا أنت درة صغيرة جدا ومع ذلك تأكل في بطنك نار وتنشئ ريليا كان عندك أولاد وبنات من النار مما تأكله يامن تسمى قاضي وأنت تلقى الأوامر تحت تليفون أنتم سفهاء أنتم لستم قضاء أستثني دائما قضاء يحاولون قدر الإمكان ويسعون قدر الإمكان أن يقوموا يحكموا بالحق لكن أنا أقول لك إذا لم تستطع أن تحكم بالحق فأنت لم تولد قاضي أنت لم تخلق قاضي هذا القضاء وصلت بطريقة أو بأخرى ربما قد تكون لا شرعية أصلا ابتعد أرض الله واسعة وأرزاق الله واسعة ابتعد لا تكون يعني رصاعي سلم يقول لا تكون عندهم جابيا ولا عريفا ولا قاضيا لا تكون على هؤلاء هذا يتحدث على مسلمين ظالمين فما بالك بهؤلاء هؤلاء مرتزقة عملاء للقوى الخارجية هو رايح البرتغال فرحان جدا أنه رايح البرتغال البرتغال بلد صغير جدا 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 صغير فرحان لماذا؟ لأنه تافه يريد فقط أن يثبت أنه خرج إلى أوروبا طيب مش أنت القائل أنك ستذهب قرية قرية ومن يش عارف وين وين في الجزائر يخشون يخشون الشعب هذا ليس غضب بشبرك خوتي عرفوه أنا لا أغضب لنفسي أنا هذا العرض وهذه النفس وهبتها لله سبحانه وتعالى من أجل الحق من أجل قيام الدولة العدل والحق والقانون والله لا أغضب لنفسي أنا غاضب على ما حدث ويحدث للبلاد وحدث ويحدث للشعب وللناس المستضعفة عندما رأيت وليست المرة الأولى ولكن حتى هذه المرة عندما رأيت قدماء الجيش لي كيلي ترتدو كيلي ترترجلو كيلي تربعينيه كيلي منيش عارف كيلي مات كيلي من أجل كان يظن أنه يدافع على الجزائر رأيت أن الجنيرالات يضربونهم بالكريمورجين وبالمطاطي والهيليكومتر في السما وجيش الجزائر القادم مع الجيش من الضاربين مساكين هم وما كان في أيديهم حتى العصر لم تكن في أيديهم واعتقلوا منهم كثير كم من واحد وضربوا كم من واحد وعذبوا كم من واحد عدد من الذين اعتقلوا معذبوهم عذاباً كبراً من قدام الجيش خلاف السب والشتم والضرب بعضهم يكتب لي يقول لي والله غيرنا لتحقوا بالجبال إياكم إياكم أن تلتحقوا بالجبال خلاص دوكم هم الجبال التسعينات بحاوا بكم وقتلوا بكم وقتلوكم لا تفعلوها مرة أخرى معركتنا سلمية انضموا الشعب انضموا لحراك الشعب وسيعود هذا الحراك وبقوة ولا تكونوا مرة أخرى في أيديهم لو كان يعطوكم شوية مال مش لو كان يعطوكم شوية دراهم تعودوا الدور خذوا مبادع قولوا أننا قضية مبدئية بالنسبة لينا مش فقط لأنهم جوعوكم وفقروكم وأذلوكم وأهانوكم وهناك من سجنوه وعدبوه لكن كم تألمت لهؤلاء وكثير منهم جوز 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة كم تألمت ونشوفهم يضربوا شوفوا واحد منهم وش يقول قبل هذه ليست جديدة لكنها كانت قبل أشهر شوفوا وصلوهم لأن Balду المخصص physical بالنسبة لي وشوفنا لأنه ينفع إليهم الواضح لا �� civic لا alternative إن لا الا الا لا در الل bla ترجمة نانسي قنقر 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 تخيلوا واحد يدخل الغرفة ويحرق نفسه وحده إلى أي درجة وصل اليأس هؤلاء كثير منهم كانوا يعتقدون وش كانت تقول البروبوغاندا النوفمبرية البديسية اللي هي كاذبة سكتمبرية لا علاقة لها وبنديسية لا علاقة لها لا بنوفمبر ولا بنبديس وانبراء أو منكم كنوفمبر كبنبديس وإخوانه ونوفمبر ورجاله هؤلاء مسكين أنا يغيظوني أكثر نحن على الأقل قاومنا وسنظل نقاوم في الداخل وفي الخارج والأحرار اللي نفس السجون والله كثير منهم معنويات أعلى من معنوياتي ربما والله ما كانت معنوياتي كما هي عالية هذه الأشهر الأخيرة شعرت بقوة غير مسبوقة ونحن نواجه مؤامرات وهجمات وأكاذيب وخداع واتهامات بالإرهاب واعتقالات لقاربنا والله ما زدت إلا قوة وثبات وصمود الفضل لله أولا ثم الصدق عندما تصدق في معركتك فإن الأيام كلما مرت الأيام ازددت شراسة وقوة وصدق وثبات وهكذا ننتصر بإذن الله شوفوا واحد آخر شي يقول أيضا من اللي كانوا يمنوا بهم وكانوا قاتلوا معهم التسعينات شوفوا شي يقول تسعينات 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 اشتركوا في القناة 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 في العام الماضي اشتركوا في القناة 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 بسفة لي همورة في قدمت طرق منشي نرحل طلق ديلك من فيه تحسبش كل ليه كذا أشاره قلتة وخلص. وكان ما صر مايرحمش لايشكري ولا مدنيًا ولا مرهة ولا لويل تساهير. كان مام كان عند eleزار جون. كان يجيبو له ترجمة نانسي قنقر 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 وبعض الناس اللي ظنوا ندافع الجزائر يقول لك ماذا كنا نفعل ولذلك نقول خاوتي قدماء الجيش ونحن نتحاطق معهم ونناصرهم رغم أن هناك غضب بعض الأصدقاء وبعض الناس كتبوا لي قالوا لي لا تدافع عنه لا يا إخوان هذا رغم بؤساء ورغم مظلومين من ظلم منهم فعليه ظلمه وندعوه أن يتوب ويعود إلى الله ويعتذر مما قام به من كوارث ولكن رغم كثير منهم مساكن ويكفي أنهم بؤساء حتى الذين ظلموا منهم فهم اليوم مظلومين فنحن نناصر المظلوم مدام مظلوم وخاصة أنهم الآن كبار وبالسكر أمراض النفسية والعقلية والجسدية ثلاث واش بقى فيهم